موسيقى حملات اعطت الأكل انتاحا كما تعرفوا البارح واليوم عنا العملية النوعية اللي صارت على مستوى مروجية المخدرات والمفاتشين عنهم الخطيرين هذيك الكل باش نوصلوا ما نبقوش نستنوا في المروجين اللي نوصلوا المؤسسة التربوية خدمنا لهم في العمق والحمد لله النتائج كانت إيجابية أهم النتائج بالنسبة لحنا الحملة وصلنا والحمد لله بخلاف اللي عطيناها البارح مئتين وخمسة مورد في ترويج المخدرات ومفاتش عنهم خطيرين زدنا اليوم بريسك سبعتاش نواحد يعني هذه الخدمة نحكي على مروجين ما تحكي ليش على واحد جاي بقرأس مخدر جدام موسطة تربوية نحكي على قل بالنسبة لحنا الحيتان والناس اللي يحسوا رواحهم بارونات وفوق العدالة خدموا عليهم وشدينها لياتهم أن الجميع خدمة متواصلة يعني خدمة سابقة خدمة نوعية فنهاري نظومة وتهنوا في الأيامات القادمة ما زلتوا بشتسموا النتائج والفضل هذا كل لرجالات الأمن والمواطنين المخرطين زد في العملية الأمنية بالنسبة للمفتش عنهم في محيط خلص بالنسبة للمفتش عنهم في محيط المؤسسات التربوية هل فهم أرقام؟ فهم أرقام بطبيعة وصلنا 117 حصيلة نهارين التالي يعني 117 واحد مفتش عنهم بالمؤسسات التربوية بيش نبدو واضحين ما نيفش نقول مفتش عنهم خطيرين أما بمنشور أو زد ما نشير تفتيش والحمد لله ما التزمناش بخدمة على المؤسسات التربوية انتشرنا حتى المحيط البعيد من المؤسسات التربوية خاطر هذه كانت خدمة لازم تكون في العمق من 15 سبتمبر إلى حد الساعة فهم قرابة 700 مفتش عنهم في محيط القريب والبعيد من المؤسسات التربوية وخدمة زادة كيف كيف شكر خاص للشرطة البلدية اللي قاعدة تخدم على أي حاجة تعرض الصحة منتاع أولادنا وجيل الغد في المؤسسات التربوية للمظار كل ما فيما ترويج مخدرات كل ما المخمت على البشر ما يكون سليم كل ما يكون الحركات منتاعه والتصرف غير مدروس ويوصلنا وبطبيعة بدراسات معمقة لوزارة الداخلية خاطر كل ظهرة نعملوها دراسة ونخدمه على قاعدة البيانات اللي حكيناها اليوم في اليوم الدراسي هذلك عليش بالنسبة لهي ارتباط ترويج المخدرات بالعنف والعنف الزادة اللي قاعد يتسلط سواء في الوسط المدرسي أو كذلك في الملاعب الرياضية كنقوله نقاط سوداء خلي يسمع الناس الكل رغم فما بلايس على بلايس فهم انتشار انتع ظواهر احنا نتبعهم لكن الحمد لله في استراتيجية انتعنا والعمل الميداني خدمنا خدمة كبيرة باش معاش نحكوا على نقاط السوداء وكي ما قلتلك كي نوصلوا ليد الامن بالتنسيق مع نياب العمومية تطال بارونات ومروجي مخدرات اللي كانوا في فترة بعيدة ماناجموش نوصلو لهم افهموا اهنا رامعاش بشي قلقنا حد شيء كوزارة الداخلية الضبطيات اللي عملناها نوصلوا طوى في تسعة شهور لسنة الفين واربع وعشرين وصلنا بريسك تورناتا قلنا بهندي وصلنا ينعم ينعم وصلنا خمسمائة واربعين الف قرص مخدر نحكي على المستوى الوطني وهذه مجهودات كلمة حق الدوانة التنسية الحرص الوطني وكذلك الامن الوطني خدمة كبيرة برشا ومساعدة مدام احنا في اليوم الدراسي هذا أقوى مخدرات قاعدة تمشي هي الأقراص المخدرة خطرة على أساس أنها صغيرة وتنجم تتحط في أي بلاسة ومن فيقوش بها والحمد لله بالنسبة لنا كنقول 500 ألف قرص مخدر طارش مضى 500 ألف يعني كان كل تلميذ بشي يستعملنا عنا 500 ألف تلميذ كان بشي يستعمل قرص مخدر بعد ذلك لو لم يعدش فهم أسألة خليني نعطي فتح أفاق على العمل المشترك خطرة نحن نحكو على عمل المشترك كبير برش وزارة الداخلية لن تتوانى بشتخدم خدمتها وأكثر من خدمتها لكن فهم عمل المشترك لجميع الوزارات نحن مدين يدينا كوزارة الداخلية وماذا بينا الوزارات الأخرى قاعدة تعاوننا وتزيد تعاوننا في المجهود هذا ونبدو زادة كيف نحكو أكد تلميذ اللي هو أولد صغير لازم يلقى صحة طيبة يدخل مؤسسة عمومية باهية يقرأ وإذا ما قراش لازم فما تكوين مهني باش ما ينخرطش في الإجرام ويقول لك قوتي ولا لازم يجيب يدخل فلوس نفس الشي سوق الشغل لازم نوفروله ظروف ملائمة أو نفتحوله أفاق هذه هي الاستراتيجية العامة للدولة ووزارة الداخلية احنا ماذا بينا الناس كلت انخرطت معنا في الحكاية ذي رسالة الطمانة اللي وزارة الداخلية فما وحدة قيادة فما تعليمات مقاعدة على القوات المسلحة باش نخدموا خدمتنا واكثر من خدمتنا والتعليمات واضحة خطر احنا اذا تحب تهدم جيل تهدمه في صحته وفي مخه وفي تربيته احنا بالنسبة لي احنا ان شاء الله نقطعه مع كل من يتسوله نفسه باش يحاول يلعب بجيل الغد واحنا جاهزين كوزارة الداخلية لكن المطلوب من الاولياء المطلوب من جميع الوزارات تنخرط معنا في المجهود الكبير اللي نخدموا به القرص المخدرة سهلت الاختفاء وبالنسبة هو حتى كتدبع من في قشبها الحمد لله كي قلت لك رأنا 500 الف قرص مخدر في التسعة شهور لـ 2024 تفهم مجهود الكبير للوزارة الداخلية وماشين ان شاء الله باش نقلصوا في انتشارها ولماذا لا في فترات معينة بالتوفر الارادة احنا ان شاء الله نقضوا عليها في تونس والله نحكي تظاهرة البركاجات غير بركة الاحسائيات موجودة الظاهرة قاعدة تتقلص ما تقولوا ليش خطر احنا بالاحسائيات وماش بش نقولوا نطمنوا العباد هكاكة والمواطنين انتعنا الظاهرة قاعدة تتقلص فما خدمة كبيرة مربوطة بوزارة الداخلية قاعدين مخذين على عاطقنا الخدمة ذيك دورياتنا في الأوقات ولا نقاط السوداء اللي سميتوهم ولا في بلايس اللي احنا تتكرر فاها العملية ذيك قاعدين نخدموا في خدمة كبيرة ليطمئن قلب الجميع اخرجوا اتفرهدوا بالنسبة لنحنا وعملوا اشغالكم رأي وزارة الداخلية متعافية وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة وان شاء الله تونس ديما بخير